بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام مساء الخير لكم جميعا في أمسية اليوم في عدد جديد متجدد من برنامج المؤشر الاقتصادي على قناة الوطنية موضوع اليوم سنتناول فيه مجموعة من المحاور نبدأها بمحور الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من آثار وعقوبات اقتصادية كل هذه الآثار التي ربما تمس المنطقة العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة المحاور الأخرى سنتناول فيها حول موضوع شهر رمضان مسألة الأسعار مسألة استقرار الأسعار مسألة الأسواق التموين للأسواق والندرة ومسألة المضاربة كل هذه العناصر وهذه المحاور سنناقشها اليوم في عدد اليوم مرحبا بكم في البداية أرحب بضيوفي الكرام على يميني الأستاذ مصدق شملي محلل اقتصادي أهلا وسهلا بك كما أرحب كذلك بالأستاذ تميم فادي المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مرحبا سينا أهلا وسهلا دون أن أنسى الأستاذ محمد بشير تابتي نائب رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي مرحبا بك سيدي أهلا وسهلا مرحبا بضيوفي الكرام مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين كما قلت المحور الأول سنتناول فيها الأثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثير مباشر وغير مباشر بالنسبة أولا لارتفاع أسعار الطاقة ثانيا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية كل هذه العناصر أدت إلى طرح ربما فكر جديد أو نظرية جديدة حول مستقبل الأسعار والتضارب الحادث الآن بينما هو سياسي وما هو اقتصادي عقوبة اقتصادية أراد بها الغرب ترويع وتركيع الاتحاد الروسي ولكنها لا تنفع لأن اللعبة أكبر من ذلك بكثير غير أن العرب في كثير من الأحوال هم يحاولون دائما البحث عن المصالح الآنية أو المباشرة لشعوبهم غير أن هذه المصالح ربما لا تعجب الكثير من الدول الغربية التي تحاول دائما فرض سيطرتها وفرض نفوذها وفرض أجندتها السياسية على مجمل الدول العربية قبل أن نمر إلى مناقشة المحور الأول من هذا الموضوع أدعوكم إلى مشاهدة التقرير التالي للزميل أحمد بدقة ارتفاع أسعار الطاقة والغداء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية كان له تدعية كبيرة على الأمن الغذاء عالميا وقد تؤدي إلى تنامئ اضطرابات اجتماعية واقتصادية خصوصا لدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كون الدولتين المتنازعتين تعتبران سلة الخبز العالمي طبعا اليوم الحرب الأوكرانية الروسية سببت أزمة عالمية وبالأخص أزمة غذائية وهذه الأزمة كان الحصة الأكبر منها للبلدان العربية اللي بتستورد عادة الحبوب وبالأخص القمح من روسيا وأوكرانيا وهالشي رح يضاعف من المعاناة المعيشية بهذه الدول ويهدد أمن الغذائي مصر تونس المغرب ومريطانيا دول دفعتها أزمة الغذاء وعدم الاكتفاء الذاتي إلى اللجوء للبنك الدولي كورقة منها لسد حاجياتها في ظل ارتفاع الأسعار الغذائية العالمية والتضخم الرهيب الذي تشهده بعض الدول بدأت تتجه للاقتراض من بنك النقد الدولي لمكافحة الأزمة الغذائية الحالية اللي ممكن ينتج عنا كوارث جدا كبيرة وأحد هاي الكوارث هي الكوارث الغذائية طبعا اتجاه هاي الدول لبنك النقد الدولي أكتر ما هنالك راح يزيد عليه الديون هذا وأكدت الهند استعدادها لشحن قرابة 12 مليون طن إلى السوق العالمية كونها تعتبر ثاني منتج للقمح بعد الصين خطوة قد تساهم في تخفيف الضغط على الدولي التي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني مشاهدين الكرام مرحبا بكم من جديد ولعلي أبدأ معك أستاذ مصدق شملي محلل اقتصادي أرحب بك مرة أخرى اليوم التداعيات السلبية كثيرة فرضتها أجندات سياسية الغرب يحاول فرض بعض الأجندات أو تخويف الدول الضعيفة أو الدول الناشئة أو الدول التي ربما يحاول استقطابها مرة أخرى في فلك الغرب وسياسات واستراتيجيات الغرب أين هي الأمور؟ أين تسير هذه الأمور؟ سيمو صدق نشكر تلفزيون الوطنية لإستضافتنا لهذا الحصار بالنسبة لأنا لا أتفق على تسمية حرب هي مجرد عمليات عسكرية تنطلق من روسيا وتشرف عليها روسيا من أجل وضع نظام والمساهمة في وضع نظام عالمي اقتصادي جديد وهذه هي الآثار التي سوف نتكلم عنها لأن الحرب بالمفهوم الكلاسيكي لا نرى أثار الحرب لا ندنجوش يعني لا نشوفوش الزوبع الإعلامية نشوفوش الزوبع الإعلامية وخاصة يعني الإعلام تقريب كله منحازي لجهة معينة وهي وكأن أوكرانيا هي المظلومة وكأن أوكرانيا هي التي سببت الفقر والمجاعة في إثيوبيا وكأن أوكرانيا في ثوب الضحية ونتأسف يعني للإعلام الغربي وخاصة الغربي منه يعني فرنسي وألماني وجزء منه أمريكي وإلى آخره إلى يعني عدم إعطاء الحقائق يعني واللعب على وهي حرب يعني هي حرب وتعتبر حرب من الجيل الرابع الحرب الإعلامية وهذه العمليات التي نشاهدها يعني أنا قلت كل ما نتفقش على كلمة حرب هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في شرق وجنوب شرق أوكرانيا وفي الشمال هي عمليات مستهدفة وهناك استراتيجيات تتبع وراء هذه العمليات وهذه العمليات سوف تؤتي أكلها في النظام المالي أو الاقتصادي الجديد لأن المؤشر انتعنا لهذا الكلام أو مصدقية هذا الكلام نشوف أن العقوبات الاقتصادية التي اقترحت في مجلس الأمم المتحدة أغلب الدول لما يوافقوا وهناك من يمتنع وهناك لماذا؟ لأن الآن بدأ يتضح أن العالم يعني وخاصة أنا لا أقول أمريكا لأن هذا تحليل كلاسيكي أنا أقول الشركات الكبرى رأس المال العالمي هذا الآن يرام يسيروا العالم يعني شركات الضخمة البترولية الرأس مالية جديدة لأن أمريكا تعتبر يعني مصطلح كلاسيكي راح يكون نمشيه في هذه التحليل ما يكونش يعني لا يؤتي يكون هناك تميع يكون تميع لأن الآن اللي يحب يحلل ويتبع الواقع ميروحش في المنظر الكلاسيكي أمريكا فرنسا ألمانيا لا يروح في المنظر ومصالح الشركات العالمية الكبرى في الدواء الصناعة الحربية في الإعلام في كذا هذه الاستراتيجيات وهذه هما الآن يرام يشرفوا على مواجهة العمليات العسكرية الروسية لأن الآن اكتشف أن الدولار هو يعني في كثير من الأحيان هو يعني آدات استعمار وآدات لتفقير والتحكم المالي والنقدي في جميع الشعوب يعني من خلال لأن كل المعاملات النقدية نهار خرجوا من الاتفاقية بريتن وود كل عملية تتم في أغلبها بالدولار وجزء قليل باليورو عملة أساسية وبالتالي يعني تكون حمى في الدولار الدول الأخرى الاقتصادية تموت تموت كين دول لا نستطيع أن نقول لها اقتصاديات في إفريقيا في آسيا ما في أمريكا اللاطينية مشاكل نعم وبالتالي نشوف هنا العقوبات للغرب كين قولوا الغرب ثاني ما تقديش المعنى الشركات الرأسمالية الكبرى هي التي تريد أنها تفرض العقوبات وتراوية ما عندهاش مانع ما عندهاش يعني غدوة تراجع للعقوبات لأن الآن النظام المالي العالمي أصبحت يعني عيوبه وانحيازه إلى أفراد يعني توصلنا في العالم خمسة بالمئة من العالم تتحكم في خمسة وتسعين بالمئة خمسة بالمئة في العالم بعض رؤوس يعني الأموال أو أصحاب رؤوس الأموال ومعروفين هذه الشركات منطقة غريبة سي مصدق منطقة غريبة منطقة جدا غريبة وأنه باستعمال طرق والإعلام وكذا يخليك باللي هذا المنطقة مقبول كيف يعني مقبول الشغول اللي احنا ذوك في الجزائر يجيوا خمسة من الناس يمشيوننا الاقتصاد ويصرفوا فينا ويكون هنا قابول ويكون هنا قابول هذا أمر غير مقبول والعالم تفطن وخاصة القوى الوطنية في العالم في كل العالم تفطنت للخطة ولهذه الشركات والأهداف الغانية الخافية والخافية نعم والخافية لتحطيم الإنسانية خلينا سيمون صدق أشكرك أن نمر إلى الأستاذ تامي شادي في نفس السياق في نفس التساؤل الأستاذ شامبلي تكلم حول ربما اللا عدالة اللا منطق فيما هو موجود اليوم في النظام العالمي اليوم هناك بعض القوى التي تحاول مثل ما ذكرها شركات متعددة الأقطاب تحاول فرض سيطرة جديدة أو سيطرة مطلقة على شعوب العالم وشعوب المعمورة في حين أنه هناك بعض القوى التي قالت لا لا لهذا الظلم لا لهذا التسير لا عادل لا لهذا الجشع من طرف الغرب وش رأيك يعني هل توافق الطرح اللي يتكلم فيه الأستاذ مصدق حول النواية الخافية لهذه القوى؟ أكيد يعني بعد نهيار الاتحاد السوفيتي أصبح العالم يسير بقطب واحد يعني عندنا مدة بعد نهيار الاتحاد السوفيتي مدة والقطب الرأسمالي هو الذي يتحكم في الاقتصاد العالمي وفي العالم بكله يعني نعطيك أنه هذا الشيء مسموح لنوع معين من الناس مرفوض لنوع آخر القضية الفلسطينية كم سنة وهي تراوح مكانها وهي قضية عادلة لم ينتبه إلى إنسان والله نتلاحظ الصحراء الغربية الكيل بميكيالين نعم كان يمنع في المنافسات الرياضية التكلم عن القضية الفلسطينية والآن يسمح في الملاعب في رفع العالم الأوكراني والتكلم عن القضية الأوكرانية هذا يبيه لك أنه العالم غير عادل ما فيه مكانش عادل ووفق الدكتور في رأيه ما نقولوش أمريكا ولا أوروبا ولا ناتو نقولوش شركات متعددة جنسيات وهو نقل وخافية هي التي تتحكم في العالم تتحكم في الإعلام تتحكم في رأس المال تتحكم حتى في سياسيين تحاول أن تجرع العالم على حسب هواها الآن ما حدث قبل فترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين النزاعات كانت اقتصادية الأمريكا حست بالخطر الاقتصادي القادم من الشركات الصينية أرادت تحجيمها ودارت لها عقوبات الآن الصين وروسيا ومجموعة دول أخرى ترفض سياسة الأمر الواقع نرى أنه رايحين إحنا إلى خريطة جيوسياسية في العالم جديدة ما بقاش طرف واحد هيكون طرف الند والآن راهي في الوقت الحالي هي حرب تمركز وتموقع شكولية موقع مع الاتحاد السوفيتي والصين والهند وما إلى ذلك شكولية موقع في الحرس القديم للاستعمار يعني كحوصلة إذا كنا حابين يكون لدينا دور فاعل إحنا كالجزائر في السحة العالمية لازم يكون اقتصادنا قوى جزائر أستاذ فادي أنت تكلمت على فكرة مهمة جدا هي تمحور أو تموقع قوى من جديد الغرب القوي دائما هناك شعار يكون لك القوي يحاولوا دائما البقاء في القمة أوروبا والغرب أو الشركات المتعدة الجنسيات تحاول البقاء في القمة الدول التي لم تحضر من بينها الجزائر سايس بيك واحد سايس بيك واثنين الآن هي تقريبا دول تلاحظ وغيرا ومش عاجبها لا يعجبها ما هو حاصل أو ما اتفق عليه في سنة 45 إلى يومنا هذا هذا الظلم اليوم تقريبا العرب والأحرار في هذا العالم هم لم يشاركوا في هذا الظلم في هذا القهر من أجل تغيير هذا الظلم وهذا القهر اليوم هل ربما الآليات اللي رحيمة متوفرة اليوم هل هي جذيرة أنه بشير ربما يكون فيه تغيير ولو في أقرب الآجال ولو تغيير بسيط في أقرب الآجال نتفق في نقطة جوهرية أنه يجب أن لا نعتمد على الغير شيئنا ما بينه هل أنت قلت أنه مسألة التحالفات مسألة مما جدا أتحالف بما فيه مصلحة اليوم ما يجمع أوروبا والغرب هو الحلف النيتو الحلف الأطلسي هو من الواجهة العسكرية يعني الحمد لله أوروبا والغرب كله اليوم يهدد بالنيتو وبقوة العسكرية النيتو هل للعرب اليوم قوة رداء معنى ماهناش معنى مستحيل حتى المواقف العربية هل تموقع فقط تموقع حتى الدول العربية لن تتموقع جميع الدول العربية في نفس الاتجاه مع إدراكهم وعلمهم أن المسألة فيها ترتيبات لنظام دولي جديد أكيد لكن نحن نتحدث فقط عن الجزائر الجزائر موقفها أعتقد أنه واضح من هذه الأزمة أنا أتكلم أنه يجب أن نستفيد من هذه الأزمة أن نتموقع في المكان الصح بإرادتنا وبقوتنا أيضا لأنه أنك تموقع كتابع بعدها اعتمعنا بعض العرب يعني أسمح لي على هذا التعبير لا يتفقون كذلك كثيرا مع الموقف الرسمي الجزائري يلواحظون أنه موقف من محور الممانعة أو محور التصدي والجزائر هي تفتخر بأنه تتصدى للإمبريالية الموجودة حاليا التي يحاول الغرب فرضها ولكن بعض العرب لا يعجبهم هذا الطرح الذي اتبنى الجزائر ودفعنا كثير من الثمن فقط لو كنتسمح لي الأستاذ تامين فادي أمر إلى الأستاذ محمد بشير تابتي أهلا بك أستاذ مرحبا بك مرة أخرى في نفس السياق وربما ونلتمس منك نفس الصراحة التي ربما تقال في مثل هذه المواقف هناك تكتلات سياسية بمخراجات اقتصادية هل توافقون الرأي اليوم على مستوى العلاقات الدولي أتكلم علاقات الدولية نعم حقيقة ما رأى فيه تغير للخارطة الجيوسياسية ومنه تغير للخارطة الاقتصادية العالمية كذلك رأينا تذبذوبات كثيرة في الأولى الأخيرة تذبذوبات اقتصادية هذه التذبذوبات سوف تأكس في المستقبل تعكس سوقا جديدا تعكس خارطة اقتصادية جديدة أنا أتحدث كذلك على النقطة التي تحدثت عليها المقبل وهي خاصة مدى تأثير جزائر بهذا الشيء ومواقف الجزائر خاصة لو نرجع إلى البيان المشترك الذي كان ما بين الجزائر والصين وهو موقف الجزائر وهو موقف دائما ما موقف يشجع وكذلك موقف يشجع على نصرة القضايا العادلة وكذلك ما الجزائر متمسكة بمبادئها التي دائما مناصرتها ومواقفت بها منذ سنوات أستاذ أنا أشكرك على واش تقدمت الفكرة هذه ولكن نحن الجزائر في كثير الجزائر الرسمية أتكلم لكثير من المرات أنها تتمسك بالمواثيق التي أعدها الغرب نعم أعدها الغرب هيئة الأمم المتحدة شئنا أم أبينا تسير أو مجلس الأمن يسيروا بطرح وفكرا غربي وهم من أدرجوا قضية الصحراء الغربية ضمنها قضايا تصفية الإستعمار أو آخر مستعمرة في إفريقيا ليس الجزائر الجزائر هي تدعم هذا المبدأ الأممي وهذا التصليف قضية الصحراء الغربية هي مصنفة ضمن تصفية الإستعمار كيف اليوم الغرب أنه يتلاعب بهذه القضية وفق مصالح ضيقة والضغط عن الجزائر تفضل أستاذ نعم لو نرجع لك إلى التغيرات الاقتصادية شفنا أنه الآن سياسات اقتصادية جديدة تنتهجها كثير من الدول لحماية اقتصادها ولحماية أمنها الاقتصاد وأمنها الغذائي شفنا أنه كذلك بعض القرارات الكبيرة التي لم نشهدها من قبل الآن قرارات مثلا يتتخذها روسيا أو يتتخذها دول الغرب هذه القرارات سوف يكون لها تبعات سوف يكون لها تأثير سوف يكون لها تأثير على السوق تأثير على السوقنا الداخلي وكذلك على السوق العالمي وكما هو معلوم أنه نحن نخرج ونتعافى من أثار اقتصادية سلبية لكوفيد-19 إذن من هذه الأثار الاقتصادية السلبية من كوفيد-19 ذهبنا إلى تغيرات فرضة هذه العملية العسكرية إذن نشهد ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع أسعار القمح لو نتحدث نتحدث على النتائج قبل ذلك نتائج كثيرة قبل ذلك تكون سمعني أستاذ نعم منذ يومين وجدنا أن صندوق النقد الدولي يتكلم في طرح آخر هو أن إفريقيا ستعاني من مجاعة ومن أزمة تغذاء بفعل الحرب عنه وكأن صندوق النقد الدولي المجاعة التي كانت موجودة قبل الحروب في وقت السلم لم تكن موجودة كانت مقبولة كانت مقبولة الآن يهدد إفريقيا بأنه استفى مع الغرب وإن لم تستفى مع الغرب أي تود دول إفريقيا فسيكون مصيرك المجاعة إذن نحن أمام ربما تكريس سلوكات جديدة أو تكريس السلوكات أو الممارسات السابقة التي يحاول الآن الغرب فرضها أيديولوجياً سياسياً اقتصادياً وعسكرياً أي بجميع الطرق يحاول الغرب الاستمرار في الممارسات التي أقرها منذ 1995 هذه الممارسات التي عادة ما كانت خفية الآن أصبحت ظاهرة وأصبحت بجرأة أكثر وأصبح كما ذكر زميلي أنها شفنا الكيل بمكلانين وشفنا تعامل في قضايا إنسانية وليس فقط في الرياضة في قضايا إنسانية مثل المجاعة أن الغرب يستعمل كل هذه الوسائل قضايا الإنسانية الرياضة كل شيء يستعمله لبسط سيطرته أكثر والمشي في سياسته المنتهجة منذ سنوات منذ عقود إذن هذه الممارسات ليست بجديدة فقط الآن نرى أنها أصبحت ظاهرة أصبحت تطفو أصبحنا نرى هذه الممارسات رأي العين إذن هذه سياست الغرب في التعامل مع القضايا التي تصب لصالحه والتي تعطيه قوة أكثر والتي تعطيه بسطة وسيطرة أكثر أستاذ بشير فقط تسمح لي فعلا تكلمت أن الغرب يحاول إحاطة نفسه بالحرص القديم أو السلوكيات القديمة فرضها هل ربما نرى ثوب جديد للغرب اليوم في صورة ربما علاقات ديبلوماسية جديدة في صورة ربما نازايا جديدة سيقدمها للغرب للدول التي يحتمل أنها تكون في فلك المعسكر الشرقي أو روسيا والصين مثلا بطبيعة الحال لأنه غازم يستعمل كل طرق نعم هي توازن الفرص توازن القوى وأنا أقول توازن القوى يجب أن يكون لما يشوف الغرب لأنه فيه ضعف في قوته فيه ضعف فيه نفوده فيه ضعف فيه علاقاته الآن إذا يجب على القوى الغربية أن تقدم أو كما قال زميلي على هذه الشركات المتعديدة الجنسيات البسطة لسيطرتها ونفودها العالم إذا يجب على هذه القوى تقديم تنازلات وتغيير تعاملات مع الدول العربية وبصفة خاصة والدول النامية والدول العالم الثالث بصفة عامة إذا يجب أن تقدم تنازلات سوف تقدم تنازلات إذا يجب أن تغير سياستها اتجاه هذه الدول وتقديم تنازلات سوف تقدم ونحن نرى تحركات في الآونة الأخيرة لبن غوصين أقول كبار سياسيين في العالم نرى تنقلاتهم تحركاتهم إلى السعودية إلى الجزائر إلى كثير من الدول وشفنا أن هذه التنقلات لم تكن بنفس الكثافة وممكن لو نعرف المواضيع والتفاصيل التي تدار نرى أنه في تغيير كثير في تغيير وكذلك طلب لمساعدات لتحالفات طبيعة الحال والمرحلة القادمة سوف تكشف لنا الكثير من ربما الآليات التي كانت مخفية أو كانت مخبأة إلى وقتها غير أنه نتمنى أن الدول العربية تفهم بنوع من الاستراتيجية وبنوع من الاستشراف والتبصر لكل هذه الأطرحات لأن الغرب لا يغير ثوبه أبداً ولا يغير سياساته أبداً ولا يغير منهجيته أبداً هم يحاولون أن نحن التكيف مع أطرحات غربية فرضوها بقوة السلاح أعزائنا المشاهدين انتهى الجزء الأول فاصل ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر مشاهدين مرحباً بكم مجدداً في المحور الثاني من برنامج اليوم المؤشر الاقتصادي على قناة الوطنية مرحباً بكم مجدداً ومرحباً بضيوفي الكرام كنا في الجزء الأول تكلمنا حول ارتفاع الأسعار الطاقة والمواد الأساسية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في المحور الثاني في عدد اليوم سنناقش فيه بنوع من التفصيل والحوار الصريح رمضان على الأبواب وما يتطلبه هذا الشهر الفضيل من تحضيرات لوجستية ومادية ومعنوية سواء من طرف الجهات الواصية الحكومة أو من طرف المستهلك أو المواطن الجزائري شهر رمضان على الأبواب الحكومة تطمئن والمواطن يترقب على المستجدات في ظل التزام الدولة بضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والمحافظة على الدعم والطابع الاجتماعي للدولة يبدو أن ميزان الأسعار وحال الأسواق مقابل القدرة الشرائية للمواطن يطرح الكثير من التساؤلات والانشغالات خاصة ونحن على بعد أيام فقط تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل هل ستؤدي الجهات الواصية دورها في تنظيم الأسواق وضبطها وتشديد الرقابة هل الأليات والتدابير المتخدة من أجل ضمان استقرار للأسعار موجودة وكافية ومضمولة التنفيذ والتطبيق كيف تنظر السلطات العمومية لمحدودي التخل والطبق الفقيرة في تقليل ولو شيء بسيط من العبع وحفظ كرامة هذه العائلات في هذا الشهر الفضيل قبل المناقشة في كل هذه المسائل تابعوا أعزائي المشاهدين معي هذا التقرير المعد من طرف الزميل بالقاسم عجاج ونعود إلى الأستودو للنقاش يرى خبراء في المجال الزراعي والفلاحي أن الارتفاع غير المسبوق للمواد الغذائية مفتعل ومرده التغييرات الجيوستراتيجية في العالم نحن الآن نشهد إلى مشاكل المستوى العالمي بالنسبة لإنتاج الغذائي وذلك أظن هنا مشكل مفتعل راجع إلى تداجد بات جيوستراتيجية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو وفي بيانها الصادر مطلع الشهر الجاري فإن أسعار الغذاء قفزت بنسبة 20.7% شهر فيفريل منصرم على أساس سنوي وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجة الألبان ارتفاع التكاليف قد يعرض السكان الأشد فقرا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردة مصدرا لغذائها والمشكل في الجزائر هذا المجال كان قائم مازل قائم لكن علينا تركيز الحلول وذلك لإنتاج وطني وافر ونحن رأينا قادرين على تلبية هذا المطالب وقادرين باش يعني نركز على يعني طبعا الاستقلالية الغذائية ذو كمية وذو نوعية في الجزائر ونحن رأينا قادرين إن شاء الله باش نلبي طالب الوطن وعليه بات من الأشدر الاعتماد الكلي على المنتج المحلي بالنسبة للجزائر مما يوفره القطع الفلاحي للخروج من قيود اللعبة العالمية التي ترهن مصير الدول والشعوب وتبقيها في تبعية مشاهدين الكرام مرحبا بكم مجددا أبدأ معك الأستاذ مصدق شمبلي في حقيقة الأمر نحن على بواب شهر رمضان ولشهر رمضان تحذيرات سواء من طرف الجهات الوصية أو من طرف المواطنين الجزائرين خليني نتكلم اليوم بشيء من الصراحة ونكون قريبين للمواطن الجزائري المواطن محدود الدخل الطبقات الهشة الطبقات ضعيفة الدخل هاليوم فيه الجهات الوصية لديها ربما تشوف أنه فيه تحضير خاص يتمشى والصعوبات اليوم المحددة كل متابعين يتكلمون عن هذه الصعوبات ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الأساسية ربما هذا الارتفاع مبرر إلى حد ما لأن الارتفاع لدى ربما المنتجين المنتجين العالميين لهذه المواد الأساسية ولكن هناك بعض الدولة تقول أنه هي الدعم سياسي الدعم الاجتماعي والتكافل الاجتماعي هل فيه تناسب اليوم بينما تقدمه الدولة وبينما يتلقاه المواطن من خدمات واسعار ربما تثق الكاهل المواطن الجزائري مهم بالنسبة لشهر رمضان أنا عندي ملاحظة بعد أن أدخله في الموضوع فضل يعني شيء أسف يعني منذ أن الصغر تعي إلى يومنا هذا وعندما يأتي شهر رمضان وكأننا داخل الحرب رمضان هذا رايحي يعني شيطانة رمضان أنا نشوف هو شهر الرحمة شهر يعني أنت تقصد الجانب الروحي نعم رمضان فيه جانب الروحي إلى 90% كثير مما هو إحنا الآن الإعلام وبصفة عامة يعني كينا شيطانة رمضان رمضان الجيب مكانش مكانش مدخول الغلال من اللي بدأت وإحنا عايشين في هذه السبعينات الثمانينات تسعينات يجي شهر رمضان والحكومة والرئيس وكذا وكذا هذا يعني الآن الاقتصاد إحنا ننظر لشهر رمضان بمنظور اقتصادي الاقتصاد كان قاعدة متفقة عليها هناك عرض وهناك طلب هناك إنتاج وهناك استهلاك إذن هذه المعادلة بسيطة أنك تزيد في الإنتاج والأسعار تنخفض ولكن تزيد في الإنتاج يزيد الأجور يزيد المدخول يزيد للدخار معروفة للعملية ينقص تضخم إلا أن عملية تسييرية بصيفة عامة قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان وفي 2022 وفي 2019 والله في 1980 نفس الإشكالية تتكرر ونلاحظوا تدخل الدولة بكثير في المجال الاقتصادي المفروض الدولة تنسحب من العملية الاقتصادية ما يقدرش وزير تجارة يبرمج التجارة وزير تجارة يريجولي كما يقولوا احنا يضبط التجارة ولا هو ما يعرف وشكين في باريقو وشكين في القروم وشكين في صوق اللحوم وشكين في صوق داعة لحوم البيضاء لأن المتعاملين الاقتصاديين هم أولى هم أولى بتعيين من يقوم ويشرف على هذه العملية ويسيرها إلا أننا نحنا الأيام مقلوبة الوزارات مشي الاقتصاد يعني كنقول وزارة تجارة مثلا هي من وراء مكاتب ويشرفوا على عملية على الاستهلاك على هديك حتى للموظفين تع وزارة تجارة كرهوا يعني يخدموا لي للنهار على أساس أنهم يضبطوا يعني ويرفقوا بالمواطن هذا ولكن هذا كالموظف الذي يرى في مديرية التجارة على مستوى الولاية ولا على مستوى الوزارة هو موظف لا حوله ولا قوة له وهو ثاني يعني بنفس المشكل يعني إذن أنا أتمنى أن هذه الإشكالية يعني تع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان تتحل بكل بساطة عرض وطلب أن الإنساء مدام كان الآن مصانع وكان استثمارات ضخمة جد وضخمة يكون الإنتاج تنخفض الأسعار وليخرج على القانون القانون يتصدلوا سواء مضاربة أو غش أو كذا أو كذا ولكن ما نقلبوش الآية نقلبو باللي شهر رمضان هو تعويزار التجارة لا لا نهضروا بلغة اقتصادية القاضية قاضية عرض وطالب والناس كل لأن عملية اقتصادية كان افتعال لأمور أني قلت لك هذا شهر رمضان ولا شيطانة رمضان أنا بالنسبة لي وحد يكون موش مسلم كي يسمعوه يتبع الإعلام يقول كهو جاي عدو جاي واحد آلة مضمرة وسمها شهر رمضان والعملية غير ذلك تماما كمسلمين وكأمة كبيرة الناس راي في الدول الأخرى تنخفض الأسعار وتسهل الأمور والناس فرحانة وكان حتى اللي ما يصومش وهو فرحان بشهر رمضان طبيعة الحال سيمو صدقة ولكن تبقى سلوكيات وذهنيات المواطن والمواطن الجزائري صعيب أنك ربما تتحكم فيها أو توجهها إلى ربما نمط معين لأنه علاش حتى نكون صراحة الصعوبات اللي تكلمنا عليها الصعوبات المادية في الندرة في المضاربة في الاحتكار في المعاناة اليومية للمواطن الجزائري لما يتقدم ربما يقتني بعض المقتنيات الأساسية من أجل المعيشة نتاعه مع ضعف الدخل كل هذه ربما تحس في نفس الإنسان وتجعل أنه ربما يكون هناك تضامن تلقائي مع هذه العائلات أنا لا أن أختلف معك دائما يعني ربما الجانب الروحي لشهر رمضان وشهر فضيل هو ربما الهدف الأسمى من هذا الشهر شهر العبادة بالمناسبة نتمنى شهرا كريما لكل الجزائريين والجزائريات لكل المسلمين في بقاع العالم نتمنى كذلك ربما أن يعيده الله علينا هذه السنة بأفضلية وبأرياحية وبطمأنينة في النفوس نعود لك الأستاذ فادي في نفس السياق وفي نفس الظروف وكما تكلم الأستاذ شامبلي أنه كل سنة نعاود نفس الكلام تحميل مسؤولية إلى قطعة وزاري معين تحميل مسؤولية إلى سلوكيات وذهنيات المستهلك الجزائري أصحاب المضاربة والاحتكار موجودين في كل سنة الدولة السلطات الوصية تتوعد هل هذه السنة نحن نلقى نفس المظاير هذه؟ نحن نلقى نفس المظاير هذه نفس السنوات كما قال الدكتور نفس السنوات سيناريو رمضان أنا نحكيه لك الآن وبعد خروج رمضان نجيه ونشوفه عندك 10 أيام الأسبوع الأول إلى 10 أيام ارتفاع حاد في الأسعار بعد اليوم العاشر ثبات في الأسعار إلى غاية الأسبوع الأخير من رمضان في الأسبوع الأخير من رمضان ارتفاع في أسعار مواد معينة خاصة بالعيد هذا هو السيناريو الذي يتكرر لماذا يتكرر؟ لأنه كل سنة نديروا برنامج ونديروا عمل كيجي السنة اللي من وراها نمسحوا ما قمنا به خلال السنة الفائتة ونبدأوا من جديد هل أنت عندك بناء تبنيه؟ تبني وكل مدع تمحي ما بنيته وتعيد البناء؟ مستحيل توصل إلى تشهيد البناء هذه هي مشكلة الجزائر مشكلة الجزائر أنه أصبحنا نتعامل مع أشخاص وليس برنامج لدولة يجي وزير معين مع احترامنا لكل الوزارة عنده برنامج يطبق البرنامج يكفي أنه يخرج الوزير من باب الوزارة كل البرنامج الذي عمل عليه يذهب معه لأنه نأتي ببرامج جديدة أخي العزيز هذه الطريقة لن ننجح ولن نقيم أداءنا نعطيك مثال في فترة سابقة وصلنا لحل أنه نديروا الأسعار المرجعية لشهر رمضان لماذا؟ لأنه الآن اللقطات البهلوانية في الأسواق لما تقول للتاجر تبيعها بربع آلاف سيف عليك ما كاش منها كما قال الدكتور الأسعار محررة التاجر المواد الغذائية ولا الخضر والفواكه عنده الحق يبيع بالسعار اللي يحبه هذه أسعارها محررة كيف السعر اللي يحبه؟ السعر محرر أين هو موجود؟ التكاليف ما زلنا ما طبقناش السعر الشيراء؟ ما زلنا ما طبقناش كل هذا أحد السعر مرجعية؟ هذه فكرة لنا نعمل عليها منذ سنوات لحد الآن يعني لمح إليها الوزير الأول منذ فترة وما زلنا ما نمناش عليها لما نديروا جاء وزير أعطى فكرة أنه نديروا أسعر مرجعية نجيبوا الفلاحة نجيبوا المنتجين نجلسوا في طاولة مع المجتمع المدني مع اتحادات التجار مع الخبراء ونحدوا أنه يا جماعة في الجزائر بيكون الفلاح والتاجر عنده ربح مريح هاو السعر من إله ونلمز متجار بهذا السعر المرجع لماذا لم تتطبق هذه إليها؟ طبقت في عام العام اللي من وراها ما طبقتش هذا العام لا أثر لها حنا في أخي في المنظمة الجزائرية لحماية أرشاد المسالك ومحيطه العام اللي فات لما خرج رمضان رسلنا السيد رئيس الجمهورية بمراسلة رسمية طلبنا رسميا تسكيل لجنة من عدة وزارات مع الفاعلين في قطاع التجارة من جمعيات من النقابات من خبراء هذا عملهم هذه اللجنة واش تخدم؟ تخدم لرمضان تحضر برنامج تعمل عليه طول السنة نطبقوه في رمضان كي خلص رمضان تجتمع اللجنة تقيم آداءها الإيجابيات نكرسها نكرسها السلبيات نحاول نقيرها في رمضان اللي من وراها نفس البرنامج ونكون هناك متسع أكثر نزيد ونطوره في برنامجنا نعتقد أنه بعد ثلاث مراحل ولا أربع سنوات تقاطلنا لو تسمع لي الأليات اللي رايي تطرح هذرك وزار التجارة التحذيرات لشهر رمضان نقوله فتح أسواق الرحمة بين قوسين أسواق الرحمة أو أسواق جوارية أسواق جوارية أسواق جوارية اللي موجودة هل أنشأت وزار التجارة أسواقا جديدة غير اللي موجودة تحذيرا لرمضان لا هي للأسف عنا أسواق جوارية في الجزائر بنيت وظلت مغلقة إلى أنت يعني فزدت خربت ولم تستغل لضعف شخصية بعض بعض بين قوسين رؤساء المجال الشعبية البلدية أو لرفض التجار التنقل إلى مناطق نائلة لتأدية مهامهم التجارية هذه الأسواق جوارية ليس رمضان أسواق جوارية هذه لزم النقطة هذه نحطها على طول السنة على طول السنة نخدم أسواق جديدة في رمضان بالنسبة للتموين التموين أسواق الوطفة أنا أعطيك حاجة بغض النظر عن كل المعطيات اللي موجودة والسلبيات اللي موجودة في العام الأول لجائحة كورونا أثبتت المنتوجات الفلاحية الجزائرية أننا عنا الاكتفاء الذاتي ونقدرون تحكمه في السوق تعنا الحمد لله عنا إنتاج فلاحي يكفي الجزائر لازم فقط الإدارة أنه تسغي لصغار الفلاحين وتتكفل بمطالبهم في الإنتاج في بداية الإنتاج موش تخليه في بداية الإنتاج الوحد يعاني ومن بعد في نهاية السلسلة التجارية تقوله سعر غالي عندك إشكالية تجارية احنا عنا في الجزائر من يغطي الإنتاج هما صغار الفلاحين خلينا نروح معك فضل نعم نعم فضل لأنها نقطات جد و جد مهمة أولا ملاحظة مشكل اقتصادي يحل اقتصاديا مشكل اقتصادي يحل اقتصاديا إنتاج توزيع لأننا احنا الآن في الجزائر وراه نظام توزيع شبكة توزيع شبكة توزيع في الجزائر وراهي هذا يؤدينا لسؤال واحد اخر مجلس المنافسة الكونسيد الكونكورنس هذا ما نسمع عليه أنا كخابير يعني اقدام ما نسمع عليه ما على بنا وش راويديا وهو غير مفعل فعلوه لحسابات ما لمجموعات ما وبعد ذهب هذا المجلس مدرزرية يضبط ما نحتاجوش ما نحتاجوش قانون المضاربة وبعد تطبق على أخرين وما تطبقش في حين أنه كينهاي والدول بصفة عامة دول لأن المشكلة موش غير في وزارة تجارة مشكلة كبيرة في وزارة فلاحة وزارة فلاحة لأنها هي اللي تمد هي اللي تعطي الرخص وتع المواد الأولى وتع الصوجة وتع اللحوم وتع استيراد هذه الدول يعني هذه نقطة نضيفها تنفي اللح نهار يبدأ يخسر نهارتها أراكموا كل هنا أشتو في السوق يولي الجج باطل يطايش تولي البطاطا ما كانش لي يشريها تولي هذك اسعار مخافضة نعم تنخافض لأنه قاعدة وذكرتها لك يزيد العرض تنخافض الأسعار يزيد الطالب ترفتفع الأسعار هذه سيتيون راقل يعني الدول دول اللي كان جهاز تخطيط اللي احنا وضرناه جهاز تخطيط ووضرنا الرقم احنا ذوك ما ما حدنا ديوان الإحصاء ولكن وراهي الإحصاء الدول الفلاح نهار يبدأ يخسر الدولة تعطيها الفارق بش يبقى في المجال تعوي قال قدا سقامتك سقامتك بعشر آلاف قال داك هاي العشر آلاف من عند الدولة وقبل البنكة يبقى محفز ويقصرش يبقى محفز ويبقى القطاع القطاع يبقى متزن ويبقى في اللاح يبقى في اللاح وعلى بالله بالله غضوة كي يخسر وكان إنتاج وافير يروح للدولة تعطيله الفارق هذه موجودة في أمريكا في أوروبا في اليابان في الصين في أفريقيا في الجزائر ما لقيناش الدولة تغطي العجز تعل داك كان نلقوا الدعم دعم للصحاب القمح عندهم الدعم أنه يبيع يمد القمح تاعه للدولة وعنده سعر ثابت إذن هذه الميكانيزمات هذه هي اللي تضمن لك هذه الميكانيزمات اقتصادية مش يتجي وراء بيرو وتكتب ممنوع طريقة بيرو قراطية وذلك الإمضاء تاكس واسورد الإمضاء ذاك تاكس تبعوا أستاذ شامبلي شكرا أستاذ تابتي لعلك استمعت إلى الطرحين طرحون يتكلم على حول أنه الآليات ربما موجودة التنفيذ غير موجود وطرح آخر ربما أنه الدعم لا يقدم إلى مستحقيه الأساسيين لأنه يتكلم الأستاذ شامبلي حول المنتج أو حول الفلاح اللي ربما يحتاج الدعم المباشر الدعم ربما يلقاه تاجر جملة بالدرجة الثالية أو تاجر جملة بالدرجة الثالثة أو تاجر تجزئة بالدرجة الثالثة أو الرابعة دون أن يتلقاه الفلاح البسيط وشفنا خسائر كثيرة فعلا تجارب السنوات شفنا خسائر على السبيل المثال مدد البطاطا طلعت توقع معايا ذاك الفلاح لأنه يومًا ما خضاء حبة بطاطا وقدمها للجمهور وقال لهم ركم يوماً ما ستلقون البطاطا تصل إلى 15 ألف وفعلاً ووصلنا إلى هذا إذن الشيء اللي شافوا خليه يتنبأ بهذا الدور هذا في نظرك أنت أين هو الخلل؟ لأنه كل يرمي الكرة إلى ملعب آخر أين هي المسؤولية في هذا الباب؟ والتنبؤ الفلاح كان صحيحاً سوف أخي أنا أنا نرجع الكلام اللي قال له زميلي حول عدم الاستقرار على مستوى المصالح الوزارية أنا نقول باللي هذه المرة عندنا استقرار على في وزارة التجارة وهذا الرمضان القادم الذي إن شاء الله يأتي علينا بالخير والبركات هذا هو الرمضان الثالث رمضان 2020 رضاً رمضان 2021 وهذا رمضان 2020 إذن من المفروض من المفروض هذا رمضان ما يكونش فيه المشاكل لأنه في سنة 2020 جلسنا كشارك اجتماعي وتحدثنا ودرسنا مسببات هذه الظواهر ظاهرة المضاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة ندرة المواد ظاهرة اللهفة في اقتناء المواد الأساسية كانت كلها فوق طاولة ودرسنا وتخيرنا بعض الحلول وطبقناها ورقينا باللي كان بعض الحلول كانت فيها نسبة من نجاح وكان بعض الحلول اللي كانت للأسف غير مجدية قررنا على رمضان 2021 ومن المفروض رمضان 2022 تكون فيه دراسة واضحة لما هم الإخفاقات ما هم النتائج الإيجابية ونذهبوا إلى رمضان أحسن من 2020 إلى 2021 ولكن بعض المؤشرات وللأسف تقول أنه هذا رمضان ستكون فيه نفس السيناريو ما هو السبب المباشر في ذلك هل هو الضغوطات التي وجهها القطاعات الوزارية اليومية هل هو ضعف السياسات؟ هل هو مشكلة تنفيذ السياسات؟ لأن السياسة العامة لما تخرج في إطار مشاريع إلى التنفيذ ربما سيتلقى السادة الولادة لكن المصارح الخارجية للوزارة هي تلقى هذه التعليمات وهذه المذكرات تطبيقها السياسات التي تجد صعوباً في تنفيذها إذن هي سياسات في أصلها ضعيفة لأنه لما تطبق لما تخمموا تدير سياسة تخمم كذلك في لفظة بيتيتها تخمم في مادة تطبيقها في الميدان وقابليتها في الميدان وكيف تطبق تطبقوا الألية التي تطبق بها ولا يجب أن تصلح تكون عندك إذن كل هذا إذن تأخذوا بعين الاعتبار أنا نتحدث لك إذن بالحديث عن السباب إعادة إذن يرجع لنا نفس السيناريو إذن الأسباب واضحة كين قانون داع عرض وطالب لوفر إلى دوموت العرض لما يقرب شهر رمضان يجب على هذه المصالح أن تراقب العرض أن تكون عندها معلومات دقيقة في الميدان نحن نتحدث على رقمنة القطاع رقمنة المواد قبل رقمنة فقط نرجع لك لها لأنها عندها علاقة مباشرة عندها علاقة مباشرة مع لوفر نحن نذهب إلى الإحصائيات حول العرض كل الإحصائيات غير دقيقة كلها غير دقيقة نسق سيك سؤال مباشر ما عندنا مثلا إنتاج في مادة معينة ما تقدرش تجاوه منه وما يقدرونش يعرفوا المصالح كلها تقريبية كلها تقريبية كل أرقام منها تقريبية نحن نعرفوا متوسط الاستهلاك في أول أسبوع كي نعرفوا كمية الإنتاج نعرفوا من بعد كم يكون فيها الاستهلاك هل الأسعار سوف تكون مستقرة هل سوف ترتفع إذن إصلاح المشاكل التي نراها في شهر رمضان مبارك يجب أن تكون بإصلاح مشاكل مسبقة بإصلاح مشاكل قاعدية نحن نتحدثنا في كل سنة ولكن للأسف ما فيش إصلاح حقيقي لما تكون عندك سياسة فقط وهذا ينختم بها الجزء هذا في عجالة أستاذي البشير نعم لما تكون عندك سياسة معينة ومشروع وطموح ولا التاجر رح ينخرط لك في العملية ولا أصحاب التجارة بالتجزئة والجملة ينخرط لك في العملية ولا حتى المستهلك بسلوكه ينخرط لك في العملية تلقى إشكال نعم لأنه أنت تكلمت على الشركاء اليومتاء ربما تنادي وعندك أمنية أنك تشوف المشاكل هذه في الأسواق لا تكونش أنا نتحدث لك على نقطة مهمة إحنا ماشيين من نظام بتاع السوق اللي كنا عايشين فيه للوزير الأول تحدث وقال أنه فيه نسبة كبيرة من مواد من عوم من موني يسمى من مواده كتلة نقضية في السوق الموازية لما صرح الوزير الأول هكذا هذا واقع ويجب أن نتقبلوها إحنا ماشيين من هذا النظام السوق إلى نظام جديد على حسب المشاريع اللي رهي على مستويز التجارة فيه كودبار لكل مواد فيه رقمنا لتوزيع إذا ماشيين من مودال إلى مودال الآن يجب النظر في هذا التغير والنظر في هذا التغير يجب النظر إلى واقع التجار فيما سبق واقع التجار في نظام القديم الآن لما السوق تلقى لما تاجر تلقى عنده عشرين سنة خبرة كل العشرين سنة هذه في سوق سوداء أقول هذا نفكر فيه وهذا وهذا اللي كي نعطيك مع الله أنه عنده نسبة نعم هذا التاجر هذا التاجر هذا التاجر رأى هو ممكن يتحكم في نسبة كبيرة من توزيع الآن واجب نظر إلى هذه المشاكل لم يعيشهم هذا التجار وهذه الفئة نعم واجب التفكير بالطريقة بالطريقة التي يفكرون بها وجدها وجب على خاصة إداري نعم نكمل لك هذا الجمل واجب على الإداري أن أن يضع أليات لكي يدمج هذا التاجر هذا التاجر هذا الفئة نعم ومنه أنا نقول في النهاية أنه واجب أن تكون فيه مصالحة اقتصادية ومصالحة تجارية مع كثير من هذي التجار الذين يمثلون نسبة كبيرة من التفزيع في السوق الجزاكرية إذا نبقى بسياسة نعسك وتعسني أنا نشوف بالليم حتى المصالحة حتى المصالحة ربما يفسرها ربما أنت عندك تفسير اقتصادي لذلك المصالحة وما تجنيه على الاقتصاد الوطني وعلى التجارة الوطنية ولكن ربما لأطراف أخرى بعد آخر وهذا التفسير آخر سوف في المصالحة هذه في المصالحة ناطع إذا أكلمك فكل كي لا يكون فهمها خطأ مثلا في المصالحة هذه إعادة النظر في الضرائب في قيمة الضرائب أنا فهمتك أنا فهمتك المصالحة يعني العفو في بعض في بعض الإخضاعات الضريبية وفي بعض وهنا المسألة هذه التروحات في أكثر من مرة ولكن أنا ربما الوقت لا يحن بعد لأمور مثل هذه سنرى كل أو بعض الحلول لكل ما طرقناه ولكن في المحور الثالث أعزائنا المشاهدين لا تذهبوا بعيدا فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر